بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب سنوية عامة أخباركم يا حبيبي ويا رب دايما تكونوا بخير احنا طبعا انت عارف ان احنا في النظام الجديد مش محددين قوي بأسئلة معينة وممكن جدا تبص لأي نفسك معرض ان يجيب لك سؤال من سنة فاتت من سنتين فاتوا من ثلاث سنة فاتوا ويحطها لك حتى ولو كانت القاعدة دي اتحذفت من المنهج لانه يقول لك الموضوع تركومي وبنان عليه فكرت في حاجة ضريفة جدا انت عندك السنة اللي فاتت كان فيه وحدات اصلا كان فيها قواعد تانية وتحذفت طب ما احنا اصلا كده كده وارد انه يسألنا في القواعد اللي اتحذفت لانه وبقول لك ان القواعد دي قواعد تركومية وعلشان كده قررت ان انا اقدم لكم المجموعة الكبيرة دي يعني هو كنز كبير جدا من الاسئلة بالتالي هبدأ من النهاردة ان شاء الله وحاول يوميا ان ازدلكم حلقة من الموضوع ده باذن الله كل يوم هتلاقي حلقة عن هذه الجمل تلاتين جملة تقريبا انا زل لكم كل يوم تلاتين جملة اختياري تستفيدوا بيهم وتسمعوا شرحهم بننشط ذاكرتنا في القواعد اللي اخدناها وبنتعلم حاجات ربما تكون غايبة عننا وبنقول كلمات وقواعد مش قواعد بس كلمات وقواعد يعني بنديلك فكرة عامة عن المنهج كل يوم بتسمع عشر دقايي مثلا بتفوق لك الانجليزي اعتقد ان الموضوع ده هيعجبكم جدا تاني تعلاقاتكم مستنيكم تقولوني اذا كنتوا حبيتوا الفكرة ولا لا وهل اكمل فيها ولا لا احنا هنروح نحل مع بعض التلاتين جملة وارجع لكم تاني طيب يولا نبدأ في جملة نمبر وان بتقول انه كان بيعمل كذا لما الجريمة حصلت او ارتكبت طيب خلينا نتفي مع بعض ان كلمة وين اللي موجودة عند حضرتك دي بيجي قبلها ماضي مستمر ثم ماضي بصير تمام لان الراجل بيقول انه كان مستمر في حاجة عندما حدثت الجريمة وبالتالي هو اثبت انه بريء ففي حدث مستمر طيب يعني كده احنا عايزين زمن الماضي المستمر فين زمن الماضي المستمر مستر نمبر ايه واز واركين الراجل كان بيشتغل لما الجريمة حصلت نمبر تو سام وان نكست دور في حد جنبنا نوت هيفي ميتل ميوزيك آآ اول نايت لونج بيعزف مزيكة آآ طول الليل اي دي دينت جت اوينك اوف سليب لم احصل على غمضة من النوم يعني الموضوع كان مستمر اه في زمن الماضي اه يبقى انه اي دينت انت شايف دينت اهيه تمام يبقى معنى ده ان احنا في زمن الماضي وبناء عليه احنا كان ماضي بس ماضي ايه ماضي مستمر لانه كان مستمر في هذا الفعل فيبقى هنختار واز بلايينج واز بلايينج كان بيعزف حد كان بيعزف نمبر ايه كمان مره ماضي مستمر خلي بالك شوف لانا عايزك تاخد بالك من حاجة لو هنا طالب مش متمكن اوي من قدراته هيقول لا مش معقولي بنمبر وان وده امتحان سنائية عامة يعني نمبر وان ماضي مستمر ونمبر تو ماضي مستمر فهيشك انما انت خليك وثق من المعلومة اللي عندك سيبك من اي حاجة تاني نمبر ثري يستردي نيوزبيبرز الجرائد تعتمبارح سيد قالت ان هو ماضى على عقد لمدة 3 سنين اولا يستردي نيوزبيبر يعني جريد تنبارح وسيد قالت يعني الكلام تم تحويله الى كلام غير مباشر يخد بالك اللي هو قالت انه فاكرين انتو الاني ان دايريكت سبييتش سيد ذات يبقى كده تم تحويل الكلام الى غير مباشر يبقى انا عايز زمن الماضي مش كده بس يا ترى زمن الماضي من عندي اكتر من زمن الماضي انت عندك مثلا هات سايند واس ساينينج وواد هاف سايند طبا كلهم يعتبروا ماضي مش كده طبعا بسرسنائي نمبر دي ده مدارعة مدارعة تاب يطرى اختر مين فيهم هو بيقول ان الجريدة بتقول ان هو مضى على عقد المودي التلات سنين مضى? اه مضى وخلص يبقى المفروض ان الجريدة بتقول انه مضى في الماضي البسيط فانت لما تحوله الى غير مباشر هيتحول الماضي البسيط الى ماضي تام هاتسين كمان ماينفعش تبقى واس ساينينج لانه واس ساينينج ده معناه انها كانت في المباشر is ساينينج فطبعا مش معقوله الجريدة بتقوله هو دلوقتي بيوقع على العقد ايه ده ماينفعش نقول مثلا انا قاعد جنب اللوقتي وبوقع العدد. اكيد ما ينفعش. وطبعا ما ينفعش ودهاف سايند. اه لان ودهاف سايند دي معناها ان كان فيه ودهاف وتصريف التالت. يعني كان مستقبل تام. وطبعا هو بيقول الجريدة التاعة مبارح قالت انه وقع على العقد فبالتالي الاجابة الصحيحة هي هات سايند. نمبر فور. نقط هي واز استودنت. هي واز آآ رايتين شورت ستوريز. بينما كان طالب كان بيكتب قصص خصيرة. طبعا من كلامي كلمة بينما يعني ويل. فاي حد يفكر يقول اه ويل خلاص. ليه? لانه الوحيدة اللي تنفع بينما كان طالب. بس في حاجة مهمة مستر. وويل بييجي بعدها واز او ويرز او الفيرب زال اين جي. هنا مش حاصل ده. مفيش اين جي. اقول لك ما هو ما ينفعش. فعلي يكون اللي هو واز اللي بيسموها افعال الحالة او الكينونة. يكون. فعلي يكون لا يأتي مستمر ابدا. احفظ دي كويس جدا. مكتبها نقطة مهمة عندك. فعلي يكون لا في مستمر. يعني يا مستر. يعني ما يفعش اقول هي هو كان طالب. فاقول هو كان فاكتبها هي واس بينج. ما فيش حاس ما كده اصلا. تمام? فبالتالي ا ويل. وصحيح مفروض بعدها ماضي مستمر بس مش هينفع. فقال لك في الحالة دي لما يبقى فاعل يكون. ما تكتبوش ماضي مستمر اكتبو ماضي عادي. هي واز. هو كان طالب. الاختيار هيبقى ويل. جملة نمبر فايف. لازم ناخد موقف معين. لازم نعمل حاجة. علشان نوقف امبعاثات السيارات او العوادم اللي بتطلع من السيارات. اميشنز. اميشنز يعني امبعاثات او العوادم. نمبر سيكس. دينا not have been at school yesterday. the list of the absence didn't include her name. قائمة الغيبين لم تتضمن اسمها. يبقى دينا كانت غيبة ولا لا. اوكي. هي طبعا not have been at school. كانت في المدرسة. احنا عايزين نقول يا اما اكيد كانت موجودة في المدرسة. اما ما كانتش موجودة في المدرسة. قائمة الغياب لم تتضمن اسمها. يبقى اكيد كانت في المدرسة. يبقى عايزين نكتب اكيد فين كلمة اكيد او من المؤكد. must. number a must have been يعني من المؤكد انها كانت في المدرسة. لان قائمة الغيبين ما كانتش بتتضمن اسمها. number seven. do you object? طبعا انتو عارفين ان كلمة object يعني يعترض. وبييجي بعدها two. ثم الverb ذات ing. تمام كده? طيب. object two يعني يعترض على. do objected not to her gather. هل انت معترض على نقط الغردقة? where else can we go? طبعا نروح فين تاني. طيب كويس جدا. المفروض ان انا عايز object two وبعدين ing. ما فيش مستر. ما هو هنا بيقول له انت معترض انك اه تؤخذ للغردقة. يعني مجهول. ففي حالة المجهول. وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا في الحلقات اللي فاتت. قلت انه لما يبقى فيه كلمة من الكلمات اللي بيجي بعدها ing. زي object two دي. object two بيجي بعدها ing. في المعلوم اه بعدها ing. طب وفي المجهول. في المجهول بيبقى بعدها being والتصريف التالت. فيبقى object two being taken. object two being taken. معترض انك تؤخذ على الغردقة. اوكي. number d. eight. i could never have found such a good job. كانش هينفع ابدا ان انا احصل على مثل هاز الوظيفة. not. thank you. شكرا. حلو جدا. اه طبعا دي اه جملة من الجملة اللي تم حسفها. احنا في سنة تلفين وعشرين اتحزر في بعض اليونتس ودي واحدة منهم اللي هي قاعدة f. انا بحب اقولها عشان تبفاهم بس انا هشرحها. ليه لان احنا ما نضمنشي يعني قاعدة f دي في الجرامر والجرامر حاجة راكمية يعني. المهم. i could never have found. could have والتصريف التالت. could have والتصريف التالت او would have والتصريف التالت. بيبقى الناحية التانية فيه f ماضي تامل هو had والتصريف التالت. فيبقى كده الاختيار هيبقى ما بين c و d. فيها had والتصريف التالت وهاد والتصريف التالت. المعنى هو اللي يحكم معايا هنا بقى. هنا بيقول i could never have found such a good job. عمري ما كنت هحصل على وظيفة كويسة. يا ترى. if i hadn't been employed لو ما كنتش تعينت. ولا if it hadn't been for your health بدون مساعدتك. خلي بالك بعدين بيقول له thank you. شكرا. يبقى اكيد ما كنتش هحصل على مثل هذه الوظيفة بدون مساعدتك. if it hadn't been for your job. ما فيش حاسمها ما كنتش هحصل على وظيفة لو ما تعينتش. يعني ايه ما طبيعي يعني مش محتاج الكلام. لكن ما كنتش هحصل على مثل هذه الوظيفة من غير ما كنت تساعدني. عموما شكرا. thank you. مربوطين او ببعض. اوكي. يبقى number d. number nine. however he kept not into the jungle as if there was no danger. طبعا انتو عرفين كيب يعني يظل او يبقى يفعل كذا ويأتي بعدها الورب زينجي. he kept going into the jungle. زل لا يذهب في الجنجل as if there was no danger. وكأنه لم يكن هناك خطرا. going number b. number ten. the man. الرجل. not car was stolen. عربيت تساعد. called the police. اتصل بالبوليس. طبعا عاقل وبعد النقط وبعد الاسم. وانا اتفادت معكم كثير انه عاقل نقط اسم يبقى انا عايز who's car. اللي عربيت تساعد نمبر c. number eleven. she is really a god friend. هي حقا صديقة جيدة. and she not to send me a letter each month. عمرها ما بتفشل في انها تبعت لي آآ خطاب كل شهر. never fails. ليه? لان هو الكلام في المضارع. is really a good friend. هي حقا حاليا مضارع بسيط. هي دلوقتي صديقة جيدة. فيبقى عمرها ما بتفشل في المضارع البسيط برضو. never fails. مضارع بسيط. مضارع بسيط. واحد يقول لي فين مضارع بسيط هنا اقول له is. ما هو is ده يعتبر verb مضارع بسيط يكون. فبالتالي never fails. مضارع بسيط. عمرها ما بتفشل في انها تبعت لي خطاب. number twelve. علي got his credit card. علي حصل على credit card بتاعته. مشحونة. مشحونة اه. ازاي? هقول لك. لان انا قلت ان get او اي تصريف من تصريفاتها. اوكي. بعدها غير عاقل. ثم تصريف تالت. فيبقى انا عايز تصريف تالت. changed. تم تغييرها. اه خلى بتاعته اتغيرت. مش changed. sorry. changed. number d. اتغيرت. خلى او حصل على credit بتاعته. او المتغيرت. number thirteen. the not used a ladder to reach the top floors of the flats. من اللي استخدم السلم المتحرك او جي استخدم السلم المتحرك عشان يوصل لأدوار العليا من الشواء في حالات الحرائق. نتكلم عن الفايرفايترز رجال الاطفاق. number a. fire fighters رجال الاطفاق. number fourteen. the book not well. the book الكتاب not well. طيب. هو الكتاب بيراجع؟ لا الكتاب بيت تراجع. بس هنا لما نقول الكتاب وبعدين نحط is two والمصدر معناها الكتاب يجب ان يفعل يعني لو شخص يعني فنقول is two كذا يعني يجب ان يفعل كذا. فلما نستخدم is two ثم بي والتصريف الثالث يعني يجب ان يراجع is to be revised number b is to be revised well لانه مبني مجهول verb to be والتصريف الثالث. كلنا عارفين طبعا verb to be وتصريف الثالث هو المبني المجهول. لو بسيت كويس هتلاقي ان ولا واحدة فيها verb to b زي التصريف الثالث. يعني ممكن تصريف الثالث لكن مفيش اين آآ آآ مفيش verb to be. في هنا في رقم آآ سي. لا لا. فيها is to have آآ وطبعا ما فيش حاجة اسمها is to have اسمها is to be. اوكي? هنا مفيش is to revise. مفيش تصريف الثالث. وهنا آآ مفيش تصريف الثالث لكن هي اللي فيها تصريف الثالث وبناء عليها تبقى لإجابة number b. number 15 she asked me whether not there before. كويس. الجملة دي تم تحويلها لغير مباشر. اوكي? طيب هي سألتني اذا كنت انا رحت قبل كده ولا لا. ده معنى الجملة. اوكي? طيب انا شايف كلمة before. كلمة before هنا معناها من قبل. اهي? before معناها من قبل. كلمة before اللي معناها من قبل دي. معناها ايه? معناها انه الجملة كانت اصلا ماضي بسيط. يعني ايه? يعني الفعل كان فعل ماضي. هنا هو في النقط كان فعل ماضي في المباشر. بس لما تم تحويلها الى كلام غير مباشر. يبقى الماضي تحول لماضي تام. هل هي سألتني اذا كنت ذهبت هناك قبل كده? يبقى كانت ماضي وتحولت لماضي تام. had been number a. had been number a. 16. i will not you on saturday morning. to let you know the result of this interview. i will not you on saturday. انا هتواصل بك. انا هتواصل معاك. خد بالك اني كلمة contact يعني يتصل. contact يعني يتصل number c. طب communicate يا مستر. لا communicate عايزة وز. لكن contact مش عايزة وز. يبقى contact you هتواصل بك. number 17. don't return. لا تعود until you have accomplished you're not. حتى تنجز. accomplish and young is. لا تعود حتى تنجز. مهمتك. المهمة اللي عليك. المهمة اللي هتعملها. mission. mission. number b. mission يعني مهمة او مهمة. number 18. he is a note of the real college of surgeons. هو خريج لجامعة او كلية الجراحين الملكية. اوكي? عبالكم يا شباب. he is a او زميل. مش خريج بقى. هنا زميل كلية الجراحين الملكية. اكيد احنا متكلم عن كلمة fellow. fellow يعني زميل. number c. اوكي. number 19. you might find it not. ربما تجد انه من الناط. من الا. to consult a financial advisor انك اه تعين. تعين. اه مستشار مالي لك في الشركة. ربما يكون ده جدير بالاهتمام. worthwhile. worthwhile يعني جدير بالاهتمام. number a. number 20. he note his style of painting while working as a magazine illustrator. هو طور من style painting بتاعه من طريقة الرسم او الدهان او التلوين. طبعا احنا متكلم عن evolved. evolved يعني طور. number b. 21. it may be necessary. ربما كان من الضروري. to note the patient. to intensive care. ان احنا ننقل المريض للعناية المركزة. اكيد احنا نتكلم عن ينقل او يحرك. move. number c. 22. what is the note between? a mature and professional. a mature طبعا اللي مش عارف معناها. هاوي. و professional يعني محترف. ما الفارق. ما التمييز ما بين. هاوي و محترف. distinctive. distinction. distinction التمييز. طبعا مميز. اخد بالك ما تتلغبطش بين كلمتين دول. destination number d. معناها وجهة الوصول او الجهة المقصودة. اما distinction يعني اه التمييز. او الكهرمان. هو semi precious stone. هو اه حجر نصف كريم. نصف سمين. تعرفين طبعا فيه حاجة اسمه الاحجار الكريمة. احنا بتكلم عن الكهرمان او العنبر هو حجر نصف كريم. يعني مش في نفس قيمة بعض الاحجار الغالية. ولكن حجر مهم. that's actually not sap. هو غالبا مالتن سعب. مالتن سعب يعني سعب انت عارفين يعني عسارة. و مالتن يعني اه منصاهرة. number 24. that was the most not film i have ever seen. ده الفيلم الاكسر ايه اللي شفته في حياتي. اكيد احنا عكيد عايزين صفة. the most بعدها صفة. فين الصفة من دول? depressive. depressive يعني كائب او بائس او يعني يسبب الكائبة. depressive. number d. عشان الصفة. number 25. what do you think not the statue to fall. ايه من وجهة نظرت في اعتقادك ايه السبب في سقوط التمثال. طبعا انتو عارفين ان كلمة cause يعني سبب او يسبب. يعني ينفع noun ينفع verb. فهنا what do you think? caused ما الذي تسبب ان the statue to fall تسبب في سقوط التمثال. caused number c. 26. i haven't seen my cousin in england. ما شفتش ابن عمي في انجلترا. four five years لمدة خمس انا متأكد بانت عمي بقى عشان she. انا متأكد she will not a lot. انا متأكد انها كبرت كتير. طيب اكيد كبرت دي معناها انه حدث تم وانتهى. او هتكون كبرت. هتكون كبرت. طبعا انتو عارفين ان زمن المستقبل التام بيعبر عن حدث سيكون تم وانتهى. فانا هنا بتكلم عن will have تصريف التالت. will have grown. ليه مستر will have grown? علشان انا بتكلم عن هقول ايه? اكيد هتكون انتهت وكبرت. خلص كبرت. اه تام يا جماعة المستقبل التام بيتكلم عن حدث سيكون تم وانتهى في موعد محدد في المستقبل. فهنا طبعا بستخدم زمن المستقبل التام will have. والتصريف التالت. number 27. we accept graduates. احنا بنقبل الخريجين من جامعة اوكسفورد. اوكسفورد يونيفرستي. graduates of. of. number c. of. number c. اللي هي of. graduates of. يعني خريجي جامعة اوكسفورد. i am eager to. انا eager متعطش ومتشوق ان انا to know your not routine. عايز اعرف الروتيني الاسبوعي بتاعك. فين كلمة الاسبوعي? weekly. number d. weekly يعني اسبوعي. weekly يعني اسبوعي. 29. it's a common. not انه ايمان او اعتقاد شائع. that education has the power to advance the countries. ان التعليم به قوة الدول المتقدمة. اعتقاد او ايمان. يبقى انا عايز اسم. لانه طبعا common دي شائع. دي صفة دايما الصفة تأتي قبل الاسم الموصوف. انا عايز اسم. فين كلمة اعتقاد او ايمان? believe. number c. believe يعني اعتقاد او ايمان. number 30. wasn't that very not. الا ترى ان هذا او الا ترى انه كان شيء موربك كونثيوزينج. نتكلم عن شيء غير عاقل. فطبعا الصفات الاخيرة اي نجي تصف غير عاقل. confusing يعني موربك. number c. اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. وحبتوها. واتمنى انكم تقولوني زي ما قلنا في التعليقات. اذا كانت عجباكم الفكرة نكمل فيها ولا لا. بحبكم في الله. الى اللقاء.